غضب الحقيقة غضب كبير جداً حصل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحد البلوجرز أو الناشطين على اليوتيوب وغيره الخبر الرابع بيقول غضب على مواقع التواصل الاجتماعي البلوجر هبة مبروك بتقعلن زواجها من كلب وخبالك أنت بتقعلن زواجها من كلب إحنا تفاجئنا أن في واحدة مشهورة على السوشيال ميديا اسمها الأستاذة هبة مبروك لبسة فستان الفرح زي ما أنت شايفين في الصورة كده وجابت كلب ظريف كده يعني خلاص الست أعلنت بشكل ساخر بس علشان يبقى كلامنا واضح لأنها بتتجوز يعني من كلب بتاعها وكتبت قالت ضل كلب ولا ضل نقط إيه ملا أنت النقط بقى ضل كلب ولا ضل حيطة ضل كلب ولا ضل راجل أي أن كان أولا دي إهانة كبيرة جدا لرجالة مصر ولكل الرجالة في كل حتة في العالم دي إهانة لكل رجالة مصر ولا يسمح أن حد يهين رجالة مصر رجالة مصر دول اللي هم الرجالة في كل مكان اللي هو أبوكي يعني أنا بكلم هيبة بقولها أبوكي بتتكلمي عن أبوكي بتتكلمي عن أخوكي بتتكلمي عن عمك عن خالك رجالة مصر دول من غيرهم انت ما كنتش تبقي موجودة والكلب اللي حضرتك جايبها بتتصوري معايا بشكل ساخر علشان عندك مشكلة معينة اعتقد الكلب ده انت حرة فيه بس ما تهنيش كل راجل مصري وتقولي دل كلب ولا دل نقط اعتقد ان الموضوع زي ده لازم يكون فيه وقفة لاني لا يسمح لحد انه يهين ستة مصرية ولا يسمح لوحدة انها تهين راجل مصري لان في الاخر زي ما قلتلك انت بتهيني ابوكي واخوكي قبل ما بتهيني كل رجالة مصر